اشتركوا في القناة اكل ازمة لنظام طهران التي ترى في العراق منطقة نفوذ لها لاسيما في ظل عودة متظاهر تشرين الى واجهة الاحداث ودعوتهم للخلاص من النظام السياسي الذي وصفوه بالفاسد دبلوماسي غربي قال ان قائد فيلق القدس الايراني اسماعي القاني زار بغداد مؤخرا للحلولة دون تصعيد التوتر في مؤشر على شعور ايران بالقلق وهو ما اكده ايضا مسؤول في الاطار التنسيقي الحليف الاقرب لايران لكنه قال ان الزيارة لم تكلل بالنجاح ويقول معهد شاثام هاوس البريطانيين النفوذ الايرانية شهد تقلبات عديدة وهو اخذ في التراجع وازداد وضعها تعقيدا بعد الانتخابات الاخيرة التي عززت الانقسام بين الاحزاب والتيارات السياسية لاسيما بعد دعوة الصدر الى تغيير النظام والدستور ووفقا لمحللين اوروبيين فان الصدر لا يريد الاطاحة بالنظام بقدر رغبته بان يكون في وضع يتيح له هيمنة اكبر لاسيما في ظل انهيار شعبية الطبقة السياسية بسبب الفساد وسوء الادارة وتفشي الفقر وانهيار الخدمات وحتى الان وبحسب ما يؤكد مراقبون لا يبدو ان اي من طرفي الصراع مستعد للتراجع في المواجهة المستمرة منذ عشرة اشهر وليس لديهما اي استعداد لفقدان النفوذ الذي عمل على تعزيزه طوال السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر